خلينا نروح لوزارة قطاع الأعمال العام واللي بتهتم بتوطين صناعة السيارات اللي بتستخدم الوقود يعني الصديق للبيئة أو السيارات الكهربائية وده طبعا بناء على توجيهات الرئيس السيسي المهتم جدا بهذا الموضوع أن كل السيارات أو كل المركبات بمختلف أنواعها يتم توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة والتي تستخدم الكهرباء أو غيره حيث النهاردة تم من خلال توقيع بروتوكول أو اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة وتشغيل المحركات وتشغيل المركبات الكهربائية المفاجأة بقى أن من المقرر أن يتم طرح أول مايكرو باس 15 راكب بيعمل بالطاقة الكهربائية والمفاجأة أيضا أن 80% من المكونات في هذا مايكرو باس ستكون من إنتاج محلي الحقيقة صناعة مهمة جدا مصر مهتمية بيها وهي المستقبل نحن بنتكلم على العالم كله مفروض بيتواكب مع فكرة أنه يكون صديقه للبيئة ويكون في الاقتصاد الأخضر فبالتالي خطوة بتقوم بيها اليوم وزارة قطاع الأعمال العامة ترجمة نانسي قنقر